السلام عليكم ضربة قاضية تصرع شابا رياضيا في الفنيدق لكن قبل الخوض في تفاصيل هذا الخبر لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة لتتوصلوا بآخر الأخبار المغربية فارق شاب الرياضي اليوم السبت الحياة بعد سقوطه بالضربة القاضية كاو خلال نزال في رياضة الكيكبوكسينج بمدينة الفنيدق وفق ما أوردته مصادر متطابقة وأثادت مصادر محلية أن الشاب العشريني سقط مغشيا عليه جراء الضربة القاضية التي تلقاها من خصمه مؤكدة أنه فارق الحياة متأثرا بخطورة الإصابة التي طالته بالرغم من نقله على عجل إلى مستشفى الحسن الثاني بمدينة الفنيدق وأضافت المصادر ذاتها أن الشاب كان مشاركا في نيزا المبرمج ضمن إقصائيات البطولة الجهوية للكيكبوكسينج بمدينة الفنيدق من طرف عصبة جياد طنجات طوان الحسيمة ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا